دخلت الحرب بين حماس والفصائل الفلسطينية من جهة في قطاع غزة وبين الجيش الإسرائيلي من الجهة الأخرى اليوم يومها السادس بحيث واصل الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة بلا توقف تقريبا في مقامة الفصائل الفلسطينية بإطلاق رشقات من الصواري اختجاه الأراضي الإسرائيلية بالذات في منطقة غلاف غزة وقد دوت صفارات الانذار في منطقة الطيبة صباح اليوم وفي منطقة الشارون فيما أعلنت تواقم الإسعاف عن إصابة عدد من الأشخاص بجراح وصفت جراح اثنين منهم بالخطيرة جراء سكوت صواريخ في بلدة سديروت في الجنوب من ناحية أخرى تتواصل عملية التعرف على الجثث التي تم جمعها من منطقة الجنوب بعد أن عاد الجيش الإسرائيلي فرد سيطرته على البلدات التي بقيت محاصرة من قبل مسلح حماس لوقت طويل وقد تم اليوم التعرف على جثمان الشاب عوض دراوشي من إكسال الذي كان يعمل مسعفا وقد قتل خلال الهجوم المباغت الذي نفذه مسلح حماس في منطقة الجنوب صباح السبت بحيث تواجد المرحوم عوض موسى دراوشي في المنطقة في إطار عمله في الإسعاف وقد أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد القتل الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 1300 على الأقل فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في بيان صادر عنها أن عدد شهداء الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة ارتفع إلى 1417 شهيدا من جانبه توجه رئيس الدولة تسحا كيرتسوك بخطاب للمجتمع العربي في ظل الأوضاع الأمنية الحالية إذ قال أنه تمر على مواطني البلاد جميعا من العربي واليهود أيام صعبة كما قال هرتسوك أنه تحدث مع رؤساء سلطات محلية عربية وشجعهم على الاستمرار في عملهم وسط الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد دعونا نستمع الآن لحديث رئيس الدولة الموجه لأبناء المجتمع العربي أخيتي وإخاي אזרחי ישראל מהחברה הערבית אלה הם ימים קשים לכולנו לא משנה מאיזה דת ולא משנה מאיזה מוצא כולנו נמצאים תחת התקפה נפשעת וכולנו ביחד מגויסים כדי לצאת מהמערכה הזאת כדי לאפשר לכולם חיים טובים במדינה טובה אני מבקש להשתתף באבלן של המשפחות השקלות מהחברה הערבית שאיבדו את היקירים להם מכל זהו אסון נורא אני מחבק אותם ומשתתף באבלן שוחחתי גם רבה הם רבים מראשי הרשויות בחברה הערבית ואני מעודד אותם להמשיך בפעילות להמשיך בשגרה להמשיך בחיים אני מבקש להודות לכל המתנדבות והמתנדבים בכל רחבי הארץ שמושיטים יד וכתף זה מוארח מאוד אני מתרגש ממכוות של אהבה, אחווה, שלום וראות שאני רואה בכל רחבי הארץ ואני מתפלל יחד איתכם לשלום ולימים של שקט ושלווה אינשאלה נצא ביחד כולנו מחוזקים כעם אחד, כחברה אחת מחוזקים לעבר עתיד טוב יותר שלום ולימים إذن كان هذا الرئيس الدولة يتسحق هيرسوغ في خطاب موجه لأبناء المجتمع العربي على صعيد المتصل وصل إلى البلاد اليوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إذ كان في استقباله في المطار نظيره الإسرائيلي إيلي كوهن كما التقى الوزير الأمريكي رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو وعقد اجتماعا معه بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي والوزير لشؤون الاستراتيجية والقائم بعمل سفير الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل وشخصيات إضافية للحديث عن آخر التطورات المتعلقة بالحرب ميدانيا وسياسيا ينضم إلينا في الاستوديو في بث حي ومباشر المحامي أحمد بلحة من يافا ناشط سياسي واجتماعي مساء الخير مساء النور كما ينضم إلينا عضو المكتب السياسي للحركة الإسلامية الدكتور أحمد قعدان يأتينا من باقة الغربية مساء الخير أصد الله مساءكم مساء جميع المشاهدين دعني أبدأ مع الأستاذ أحمد بلحة يأتينا من يافا يعني يافا تعيش أيام مش سهلة ما هي الأوضاع في يافا في اليوم اليوم الخميس نحن سادس أيام الحرب نعم الأوضاع في يافا نوعا ما هادئة يعني نحن مش أول خلنا نقول حرب اللي بتمر على المنطقة فعلا في تعريبا كل يوم في صافرات انزار ولكن اليوم كان سمعته صافرات اليوم لعندما وصلت لهون ما كانش في صافرات انزار ولكن من الأيام السابقة كان في صافرات انزار في صافرات انزار في المنطقة القريبة المتاخملة يافا يعني مرات نسمع في بتيام أو في ريشون لتسيون ولكن الوضع هادئ يعني أغلب الناس بس مش عادي مش عادي لا فيه طبعا أولا ولا بمحله عادي الوضع هادئ بما معناه أنه لا يوجد ناس في الشوارع أغلب الأعمال معطلة أغلب الناس في البيوت أغلب المحلات التجارية مسكرة مثلها مثل بقية المحلات في المنطقة سأسألك بعد قليلا عن تصريحات إتمار بينكفيرو ولكن دعني أسأل الآن الدكتور أحمد قعدان الآن الكل يقول هناك سمعنا أصوات من كيادات عربية تطالب إما بإتمام صفقة تبادل أسرة سريعة خاصة من النساء والأطفال أريد أن أسألك دكتور ليس سياسيا ولكن من ناحية شرع بصفتك أيضا لك في هذا المجال ماذا يقول الشرع عن الأسرة بداية أن أقول الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله أما بعد فإننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الأمن والأمان والطمأنينة والسكينة والأطمأنان في شتى بقاع وأسقاع الأرض اللهم آمين يا رب العالمين لأن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا ليتعارف بعضنا على بعض وليس ليقتل بعضنا بعضا يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى واجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم بالنسبة للأسرى نعم في ديننا في شرعنا في إسلامنا هناك تبادل للأسرى وقد أهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما أصد في كثير من المعارك وعلى رأسها معركة بدق أنه كان يفتدي كل أسير من المشركين كان يفتديه بتعليم عشرة من أبناء المسلمين تعليمهم الكراءة والكتاب أتباما حتى لا يكونوا أميين لأن أول ما اللفظ وأول كلمة أنزلت بالقرآن هي إقرأ والله سبحانه وتعالى جعل خلق الإنسان بين علمين حيث قال سبحانه وتعالى أضح مام علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان نعم السؤال يعني أنت تقول أن الدين الحنيف يحث على تبادل الأسرة وعدم إبكاء المدنيين في حوزة آسريهم سواء من الطرفين أنا أتحدث الآن أنا أتحدث بشكل عام أنا لا أخصص لا تضف الإسرائيلي ولا تضف قطاع غزة أنا أتحدث بشكل عام نعم نحن نتحدث عن الإنسانية في الإسلام نتحدث عن الغطاء الأعلى في التور وهو أنا إنسان أنت إنسان نعم يعيش الجميع مننا بإذن الله بأمل وأمل المحامي أحمد بلح أريد أخذك على قضية رد فعل المجتمع العربي سمعنا قيادات عربية سمعنا محمد براقي سمعنا أيمن عودي الدكتور أحمد الطيب الدكتور منصر عباس وغيرهم من رؤساء أعضاء كناسة ورؤساء سلطات محلية وسمعنا بالتالي إتمار بن كفير الذي يقول نحن على أبواب حارس الأسوار اثنين وهذا يعني هبت الكرامة ومواجهات كيف ترد على أو كيف تكرأ تصريحات بن كفير لماذا يقول هذا الأمر بالذات مع أنه الشارع العربي هادئ في الجليل في المثلث في المدن المختلطة المزبوط بالنسبة لبن كفير هو لا مرة كان يعني خلينا نقول واقعي في اللي بيقوله يعني دائما نحن نشوفه زي اللي بروح على مطعم ماخد الساندويش معه هو وصل على سديروت اللي منطقة منكوبة بالنسبة لإسرائيل منطقة اللي فيها قتلة انهد فيها مركز شرطة كان فيها معارك وكذا ما لقاش يحكي إلا يحرض على المواطنين العرب ويقول حامل أسوار تنين إلى آخر فأفكر أنه هذا بس اندل على إشي بيدل أنه هو إنسان أولا غير ملائم أنه يكون وزير أو بأي موقع مسئولية كان هذا فيش فيه شك ولكن أيضا أنه كمان اليهود اليوم اللي حتى البعض اللي كان يقول يمكن يمكن صاروا يشوفوا فيه إنسان اللي عمله يضر في مصالح عبق على الدولة نعم على الحكومة ومش إشي اللي بيساهم كما وعد في الانتخابات اللي كانت يعني وخاصة أنه اختار يجي من موقع زي هذا يحرض على العرب في اعتقادي أنه اليوم المواطنين العرب فعلا ما فيش سبب كان أنه يخرجوا لمظاهرات أو يقوموا بأعمال تانية فبالتالي حتى لو قاموا بإشي اللي هو بإطار القانون فهذا حقهم الطبيعي والقانوني وللأسف الشديد يعني أنا أريد أن أقول هو ليس بس بنكفير إنما الآخرين يعني شوفوا الوزراء الآخرين وينما بيروحوا ويتبهدلهم وينما بيروحوا يعني الناس بتسبهم وبتلحقهم وبتلعنهم لأنه هذول بزاد وخاصة بنكفير وعد أنه يجيب للجنوب الأمن والأمان والاطمئنان سواء يعني كان يحرد على المواطنين العرب في الجنوب وأيضا طبعا على موضوع الفلسطينيين وغزة فبالتالي كلهم ألب عليه اليوم أنا في اعتقادي أنه ما كان له يقول فكر أنه يمكن مرة اللعبة هاي بتمشي فأنا بزيح الموضوع وبقول أن المواطنين العرب هذولا كمان دربالكم منهم الدكتور أحمد قعدة لابد من إضافة تفضل السؤال زاد الله في فضلك السؤال هو لماذا غيب ولماذا همش مين الوزير الأمن الداخلي غيب وهمش عن اجتماعات جد مهمة في مستقبل دولة إسرائيل حتى قبل الحرب طبعا هو غيب سابقا مرتين وهذه هي الثالثة والدولة بأمس الحاجة لأن يكون هناك وزير الأمن الداخلي حكيما قويما مستقيما متينا الذي يأخذ بدولته إلى برض الأمان عكس الذي يفعله كل الأسباب حتى نفسهم هم المسؤولون اليهود يجمعون على أن الذي أوصل هذه الدولة إلى ما هي عليه هو بالنكفية سواء كان بتصديحاته سواء كان بعنصريته سواء كان بأشياء ولدانية صبيانية قام بها مما أدى إلى الحال الموجود عليه دولة إسرائيل اليوم اليوم في خطاب لبيد في تبرير وليش ما دخلش على حكومة الطوارئ هو واحد من الأشياء التي ذكرها هو بقاء بنكفير هو المسؤول عن الشرطة وعن القدس الشرقية وعن المعابر وعن وطن أي شعر أريد أن أذهب إلى السهوية يعني واحد من الأشياء سؤالي لك دكتور أضف إلى ذلك اسمح لي بإضافة بسيطة هو يتفاخر ويتباهى ويتبجح في توزيع قطع السلاح على الوسط والمجتمع العربي من شماله إلى وادي عربي وسؤال ماذا تقصد السلاح الذي كذبه في اليومين أخرين على الفرق المدني وكان له مقطع فيديو هزيل هذا المقطع الذي يظهر فيه في سيادته الخاصة أنهما يزيد عن 900 قطعة سلاح على المجتمع العربي من شماله مضوضا بوادي عربي السؤال لماذا من أجل لماذا وزعت هذه الكطع هذا الكطع وزعت حتى تقابل صاروخا سينزل هنا أو سينزل هناك أم وزعت حتى يقتل بعضنا بعضها ويكون هنا سؤال الذي هو أصعب من كل هذه الأسئلة لماذا توقف العنف فجأة في الوسط العربي ولماذا أنا أتحدث كباحث الآن لابد من ضبط المواطيات بعضها مع بعض أولاست سياسة حكومية ممنهجة أولاست الشرطة وضاء ذلك هذه تساؤلات تساؤلات للإنسان الواعي ما يقول الدكتور أحمد قعدان يعني يعني في الفترة الأخرانية في الأيام الأخرانية من يوم السبت لليوم ما عدا الحدث الذي صار في رهط وكان مشاركين بولو شرطة تقول أنها أطلقت النار نعم على شخص نعم ما كانش يعني أي عمل من هذا القبيل تقريبا في الوسط العربي هنا وهناك ممكن يكون أنه فعلا هذا جزء من تواطئ متبادل خلينا نقول بين الأجهزة وبين اللي بيعملوا هاي الأشياء ما الحكمة من توزيع قطع السلاح هو حسب يعني هو يكون بتوزيع الأسلحة على فرق في بلدات يهودية من أجل حمايتها خوفا من تسلل مسلحين إليها هكذا هو يقول لكن هو يعلم علم اليقين أن المستوطنات جميعها ممتلئة بالأسلحة نعم تزودها من أجل ماذا وهو لم يخصص مستوطنين أو يهود نعم لم يخصص وتحدث عن مواطنين داخل الدولة وهذا يبعث الكثير من التساؤلات نعم السؤال الدكتور أحمد قعدان أنا أريد أن أعود إلى قضية الجمهور العربي كيف تقرأ رد فعل الجمهور العربي على ما يجري فيه غزة الآن وفي المنطقة ككل كيف تقرأ هذا الموضوع خاصة أن هناك في اعتقالات في صفوف شباب التي كتبوا منشورات على المواقع تواصل الاجتماع وما إلى ذلك التي تدعم حركة حماس ونسمع القيادات العربية طوال الوقت تقول لا تكتبوا رئيس بادي طيب يكون نحن بغنى عن وجع الرأس هذا هل ستغني من جوع هذه الكتابات؟ هل ستفيد مثل هذه الكتابات؟ هم يعلمون علم اليقين أننا بأمس الحاجة للمؤمن الكيس الفطن المؤمن الكيس الفطن هو الذي يوزن الأمور ويضع كل شيء في نصابه الصحيح المؤمن الكيس الفطن هو الذي يوزن كل شيء كما هو يأخذ كل المعطيات ينظر إليها لاحظ الإسلام العظيم نصف حلو تعالى قال ادعو إلى سبيل ضبك لاحظ بالحكمة والموعظة الحسنة بعد ذلك يبدأ الجدال وجدلهم باللتي هي أحسن المحمد أحمد بلح سؤالي لك كمحامي الآن ماذا يقول القانون عن نشر منشورات التي تدعم مثلا جهة التي تأخذ حربا ضد دولة إسرائيل وانت كمواطن إسرائيلي ماذا يقول القانون طبعا أولا نحن موجودين في حالة طوارق في حالة الطوارق حتى في الوضع الطبيعي طبعا في أمور التي تعتبر نشرات تحردية أو تعاطف مع العدو إلى آخر أو دعوة إلى الإرهاب كل واحد حسب الوضع حسب المسميات من ناحية تانية في وضع وضع طوارق كما نحن موجودين في اليوم طبعا الأشيء يختلف لأنه كمان الجيش والجبهة الداخلية بتأخذ مسؤولية عن كتير أمور فبالتالي يعني بصير القانون أكثر أكثر نعم 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 وبصير أكثر يسري موضوع قوانين الطوارق الخاصة وعشان هيك منشوف يعني اللي كانوا يكتبون برح وينسكت عنه اليوم مش عملوا ينسكت عنه يعني أشياء اللي احنا ممكن نشوفها ونقول بسيطة اللي كان يكتبه يمكن قبل أسبوعين وثلاثة عادي اللي أفهم بكلامك الأفضل أن لا يكتب أحد شيئا في اعتقاضي نعم يعني حتى شوفي ناس اللي عندهم الرغبة هاي إنه هذا رأيه بدي أجاهر فيه بدي أقول فيه لا يا عم يمسك حالك لأنه حتى رأيك يعني تمام وماشي الحال ولكن احفظ حالك احفظ وضعك احفظ عائلتك في المرحلة هاي حتى تمر هذه الأزمة دكتور أحمد قادر أصبح مبالغة أصبح مبالغة في الأمر إنه حتى كتبات جد بسيطة إنه ليست سياسية أصلا ليست سياسية ولا تنتمي للسياسة بصلاة مثل طالبة جامعة حيفا هي وضعت قصيدة لغسان كنفاني ومثما وضعت تيسودة لكبة الصخرة حتى ليس المسجد الأكثر مبارك والتي تم إبعادها عن الدراسة وهذا الموضوع متابع من مركز عدالة لابد من خطاب نوجهه إلى المسؤولين والعمداء القيدوم القيدوم هو العميد العمداء في الجامعات وفي الكليات وفي المعاهد العليا أن فليضعوا كل شيء بالمكان الصحيح والسليم لا يحرضوا على الطلاب العرب داخل الجامعات من خلال مناصبهم سواء كانت منها التربوية أو منها التعليمية الآن أذهب إلى الجانب السياسي الأستاذ أحمد بلحة ثم أسألك دكتور أحمد قعدان الآن بدأت تتضح شيئا فشيئا وإن كان شوي شوي معلومات حول إمكانية أنه وصلت إلى إسرائيل تحذيرات في البداية كانت مصر مصادر مصري قالت بلغنا نتنياهو قبل أيام نتنياهو نفى الآن مكتب رئيس الحكومة من يمين نتنياهو يقول بأن نتنياهو حصل على حتلنا مع اندلاع المعركة الساعة السادسة و 29 دقيقة برأيك كيف سيكون شكل المسائلة الشعبية والرسمية في إسرائيل عما جرى في منطقة الجنوب بعد أن تضع الحرب أو زارها؟ في أعتقاضي أولا يعني أنه اليوم وضع الأعضاء الحكومة والأحزاب اللي في الحكومة وكمان بالذات يعني نتنياهو كهو يعني زمنعين ممكن سنة أو سنة وشوي هو من 2009 على اليوم هو رئيس الحكومة وهو اللي كان كل الوقت يعني قائد هذه الدولة طبعا في عليه مسؤولية كبيرة موقفهم المسؤولية الأساسية حتى اليوم رغم حالة الحرب بتشوف أنه في أصوات بتقول هلأ قبل مقرأ استقيل يعني لبيد استعمل حتى وهو يحكي شيء اللي قاله نتنياهو بالسابق يعني قال أنه كيف بقدر كيف بقدر المسؤول عن الإخفاق أنه هو يصلحه المسؤول عن الإخفاق بقدرش يصلحه فالمفروض أنه هلأ تروحه غيره وغيراته يعني احنا منشوف من خلال كتير مقابلات ناس اللي بتقول هلأ أحسن من بكرة فالحساب جاي جاي هذا واحد الأشياء الثاني للأشياء العمالة تتضح فعلا في البداية المصريين قالوا أنه إحنا مرأنا بلغات وحذرنا إسرائيل قبل أيام صار فيه إنكار طبعا ولكن حتى من أمريكا طلع أنه نعم مصر حذرت إسرائيل قبل أيام اليوم صار في حديث إنه قائد الأركان مع القيادة الجيش لاحظوا شيئا ما لاحظوا وكان في عندهم مشاورات قبل العملية ولكن أللوا كمان مرة من أهميتها وأللوا من إيمتها وبالتالي حصل الحصل هاي أشياء اللي رح تتفحص دكتور أحمد قعدان اللي بسمع عدد من الوزراء الإسرائيليين رئيس وزير التعليم يو أفكيش يقول إحنا لتهينا بتفاهات اشتيوت باللغة العبرية ميكي زوهر يتحدث يوم أمس ويقول أنه يجب أن نجلس معا وأن نكون معا اللي بتطلع على هذه التصريحات في الأشهر الأخيرة بسبب التغييرات في جهاز القضاء وهذا الشرخ في المجتمع الإسرائيلي هل يعني ذلك بأن كل قضية التعديلات في جهاز القضاء انتهت خلاص ذهبت وولت ولا كيف أنت بتشوف الأمور يعني أدى بقضاءة سياسية جد متوضعة أن نتنياهو أخذ دولته وشعبه للأسف إلى جهنم للأسف هذا الحكي ليس فقط في الحرب القائمة أنا أتحدث أشهر لو رجعنا إلى الوضاء أشهر معدودات حينما قسم الشعب الإسرائيلي إلى قسمين المساس بالقضاء هو خط أحمر القضاء الذي قاضى رئيس الدولة القضاء الذي قاضى رئيس الحكومة القضاء الذي قاضى الوزراء فأنت تريد أن تتحكم بجهاز القضاء ليه؟ لأنه في قضايا ضدك أتخشى من أن تدخل السجن وأن تحاسب وأن تساءل هيك السؤال واليوم نحن نعلم أنه الاجتماعات الأخيرة التي كانت ما بين نتنياهو وما بين الوزراء في الكابينيت المصغف نسميه أو تسميه مجلس الشوذر خاص بهم من باب التشاور باب المشوذر والذي أبعد بن كفير من أن حتى يطلع على حيثياته أو تفاصيله أو أدق تفاصيله حتى نقول من الذي كان سيسبق في مثل هذه الحرب؟ هل كانت إسرائيل هي التي ستضرب غزة؟ أم أن غزة باغتت إسرائيل وسبقتها؟ هذه التساؤلات لابد من أن نتساؤل المحام أحمد بلحة قبل أن ننهي أريد أن أسألك الآن عن قضية أمس استمعنا إلى تصريحات رئيس الحكومة ووزير الأمن جلانت والوزير الجديد الشريك في الإتلاف الحكومة بيني جانتس يقولون أنهم يبقون الباب مفتوحا أمام لبيد بتصورك هل ممكن أن لبيد يدخل هذه الحكومة حتى وإن كانت طوارئ؟ في لبيد حط شروط لا ممكن أن تتحدث عن هذه الشروط لبيد حط شروط أو جزء من الشروط أنه اليوم الوضع في الكابينات المصغر الذي هو من ثلاث أشخاص واثنين مستشارين يعني خمسة والكابينات الموسع القديم كان عشرة زادوا له كمان خمسة فصار خمستاش وبقول أنه يعني على كل الأحوال في الكابينات المصغر في أغلبية لنتنياهو لأن نتنياهو جلانت قبل جانتس ونعرف العلاقات بين جلانت و جانتس ليس بأفضلها نعم والذي رأي فكرة والذي رأي المؤتمر مبارح المؤتمر الصحفي رأي أنه هناك نفور بين الشخصيات الثلاثة معني بين جلانتس حط إيده على كتف جلانتس ولكن ترى أنه هناك فطور ونفور حتى بين الشخصيات الثلاثة فأولا نقول أنه نتنياهو عنده أغلبية هلأ بننزل لهذا خلينا نقول بيجيب التوصيات للكابينات الموسع نعم للكابينات الموسع الكابينات الموسع برضو لنتنياهو في عنده أغلبية وفي هناك صحيح أنه بينكفير واحد وسموتريتش واحد مش راح هم يأسروا حتى لو يعترضوا ولكن لهم صوت وإلهم كمان مرة إلهم صلاحيات يعني سموتريتش اليوم هو مسؤول على الإدارة المدنية في الضفة غير أنه هو وزير المالية اللي بفتح الحنفية ومسكر الحنفية من ناحية موارد وأموال هو مسؤول عن منطقة حوارة هو مسؤول كذا بنكفير مسؤول حكينا على كل موضوع الأمن الداخلي فبالتالي أي شغل صحيح راح يكون هنا فبقول هو راح تكون هنا لخبطة وآيمة فإما إخراج بنكفير فإما نعم إخراجهم وإما أنا بكون ولكن إذا ممكن تطورت الأمور بطريقة التي تكون خطيرة جدا ممكن لأنه الباب مازال مفتوح والسياسي طبعا هي علم المستحيل وممكن بالآخر أما في الوقت الحالي ليس مبين مع أنه قال أنا راح أصوت مع كل القرارات وراح أصوت مع الحكومة وأنا مؤيد وكذا والحساب يعني بعدين بالمجمل له الكلمة الفصلة نعم بالمجمل نتنياه له الكلمة الفصلة السؤالي لك الأخير دكتور أحمد قعدان نحن نجري مقابلات مع الأساس سلطات محلية عربية الكل بيكون إحنا جاهزين ولكن في جملة لافتة ستعرض في مقابلة مع عليه السلام رئيس بلدية الناصرة بعد الفصل اللي بيكون إحنا كل جاهزيتنا كمنا بها ولكن هذه الجوزية لا في الناصرة ولا للبلدات العربية الأخرى تصل إلى 1 بالمئة من جوزيات البلدات اليهودية تعقيبك على هذا القمر أولا أشيد بدوض البلدية الفاعل لرئيسا وعضاء الموظفين ومتطوعين الذين نظروا أنفسهم لخدمة بلدنا في باقة أحدد باقة تخصيصا كوني عضو بلدية في عندكم فريق المتطوع نعم الحمد لله فتحنا المجال لكل الناس فسح المجال لمن أراد أن ينتمي إلى فريق المتطوعين فليتفضل دكورا وإناثا كبارا نلتمس منهم طبعا حكمتهم وبالإضافة إلى الشباب والشابات إلى غير ذلك لأنه لابد أن نكون يدا واحدة يد واحدة لا تصفك يد بجانب يد نعم نكون من ضمن التألف والتلاحم والتكاثف بعضنا مع بعض وبالذات أننا نمض في أزمة بالذات باقة الغربية اللي فوق باقة تم إسقاط صاروخين اللي تم فقع في الهواء وسقط الصاروخ اللي نسمي المعترض الإسرائيلي هو الذي سقط بمحاداة باقة الشرقية ولكن لابد من تصحيح قناة الميادين قالت مستوطنة باقة الغربية ونحن نعيب على مثل هذا القناة ومراسلها نعيب عليهم ما تم طبعا من وصمة عاد إلساقها بباقة الغربية الطاهرة الشريفة أقول لابد لجميع البلدات العربية أن تسعى برؤسائها بعضائها بجميع هيئاتها موظفيها لابد أن يسعوا لتحصيل الحد الأقصى في غرف الطوارئ يعني اليهود مش رحلين نوصلهم شيء نقرأ بينا بنقلوا ملاجئ كاعدين اللي هي الملاجئ النقالة في البلدات اليهودية ولكن فليكن لنا هذا الصوت المسموع لأن نحمي بلادنا لأن نكون يدا واحدة نترك السياسة جانبا نترك الترشح جانبا نترك المنافسة السياسية الشريفة جانبا الآن ولنكن كلنا بإذن الله عز وجل يدا واحدة للدفاع عن أهلين ومواطنين أنا كنت ساوني ولكن بداية لكن لأنه ذكر لدي خبات فضل بالنسبة للموضوع هذا يعني شوف بلدية مثلا تل أبيض سنين تقعد تحضر حالها لا وضع زي هذا لا أي وضع طوارئ سنين مع أن هناك في ملاجئ عام كل شيء حاضر كل شيء كذا السنين يعني كل واحد بيكون صار عارف موقعه وين وإيش محله وين لازم يوقف وإن لازم يروح وإيش لازم يساوي التدريبات بتكون دورية بسنين تحضيرا ليوم من هذا الموضوع يعني للأسف الشديد بتيالي أنه أغلب البلدات العربية تابعا نشح في الميزانيات والإمكانيات فبصر أريد أن أشكركم الدكتور أحمد قعدان عضو المكتب السياسي للحركة الإسلامية المحامي أحمد بلحا من يافا شكرا جزيلا على حضورك المشاهدون والمشاهدات العزاء نخرج إلى فاصل إعلاني ونعود مع المزيد بعد قليل ابقوا معنا اشتركوا في القناة